وهاي الفترة وما بين فترة ورامين بالسجن وما بين فترة ومضيقين عليه بالسجن إلى أن أودع في سجن من قبل نحرير اللعين ثم أراد أن يرميه إلى بركة السباق وإحراخته قالت له زوجته إنك لا تدري من في بيتك هذا ابن رسول الله قال لا عليك والله لأرمينه إلى بركة السباق تقرر إلى الأمير المعتمد فرمى الإمام في بركة السباق المجوعي وأغلق عليه الباق مثل ما أردت لكم كانوا إذا أردوا عن مشيعة شغل الباق يرموهم إلى الملتق يقطعوهم يا ربا يا ربا إلي ليسوا نفس الشمعة إمام الحسن رماه قراح مبتسم إلى المعتمد لقد فعلنا ما أردت بابن الرضا فرميناه إلى بركة السباق فرح المعتمد قال لجلود قوموا لننظر ماذا فعلت السباق في نحمه وعظمه فجاءوا ضاحكين مستبشرين وصل إلى بيته فتح الباق وأنهم بأنهم سيروا أشلاء الإمام مقطعة ما إن فتحوا الباق وإذا بالإمام بأبي وأمي واقف يصلي والسباق تمرغ نواصيها بقدمي إمامكم ثم اعتذر المعتمد للإمام أخرجه ولكن قال لا أبقى لي الله إن لم أخليه من الأرض فصار يتعمد ويرتقب يوما لكي يتخلص من الإمام العسكري روح وفداه إلى أن صار اليوم الأول إخواني مو مثل هالليلة أو اليوم اليوم الأول من شهر ربيع الأول اليوم ليلة ثامن دسل إمامكم لإمامكم ثم النقيع ثم النقيع بعد تلك المحنة التي عاشها قلبه مغموم ما شاف الإمام الهادي ولا العسكري ساعة هناء والله فدسله ثم النقيع تقطعت بها يا أوبه أحشاء وأمعاء فطرح نفسه على فراش المراض يقبض يمين ويبسط أخرى وقد جرى السم إلى جميع جسده أين المنادي وإمامه إيه إخواني إمام الحسن ما عندنا فرق بين العسكري والهادي والجواد والحسين كلهم سواها صحيح مصيبة كل واحد تخدمه لكن إحنا اللينا جمعا واسي ابنه المهدها إن ريد نعيشها الدقائق الأخيرة مع ابنه المهدي في عويل وبكاء على إمامنا الحسن العسكري ثم تقدمت الأيام وفي كل يوم يضعف حاله سؤال بعد سوء إلى أن صار مثل هذه الليلة الليلة الثامنة من شهر ربيع الأول عند صلاة الغدات يعني غدا فجرا إخواني يوم الجمعة مثلها اليوم ليلة الجمعة فجرا خلاص صار السم إلى جميع جسده صار إمامكم يرتعش كما ترتعش السعف في مهب الريح ولم يكن في البيت إلا عقيد الخادم وسقي للجارية ومن علم الله يعني الإمام المنتظر صاح للجارية ادعيني ابني دخلت الجارية إلى البيت وإذا بطفل مرغى ناصيته وجبينه على التراب والدموع تتب الور على صحني خديك يناجي ربك قالت سيدي سيدي إن أباك يدعوك الساعة قام إمامكم المكدي من ساعة دخل على أبيه وحينما بصر به الإمام الحسن فتح فاعه وضم ولده إلى الصدر قني إلي إلي هوى على صدر أبيه وإذا بالحسن يرتعش والإمام المهدي يبكي على أبيه يلا صيح آهوية الإمام المنتظر شايف ساعة وداعش لاب يقل لي يا أبو يا أبو حش الدنيا الدنيا علي علي بديار غربة مجرع اسمه المليك بديار غربة مجرع اسمه أبو يا أبو يا أبو يا أبو يا أهوة على يصيح ودمع ستيبة إشنان الحبيب يروح ويفاروق ويفاروق حاة آه صار وقت الصلاة بني محمد وضئ لي معدي قوة جاء بالماء وضع المنديل تحت أبيه صار يوضئه للصلاة وضأه بيده ثم قال بني علي بماء مغلي بالمستكى جاءه بماء ليش يريد خفف حرارة السموم مسك الإمام المغلي القدح بكلتا يديك وأعطى القدح إلى أبيه الحسن أمسك إمامكم بالقدح وإذا بيديه ترتعشان من شدة الله قرب القدح من فمه وإذا يسمع تحرك أسنانه في القدح يعني يرتعش ثم صلى صلاة خفيفة من جلوس وبعد أن فرغ من الصلاة أن طرح على فراش الموت وإذا بالإمام المهدي يغيب التارى ويعود أخرى لأن الجواسيس يدخلون على إمامكم إلى أن انفرد بساحة توديع مع أبيه شاف الحسن المهدي يبجي بصوت عالي بني ليش تبكي يا ولدي كيف لا أبكي وأنا أفارقه قل لي ولدي تقرب مني تقرب قرب أكثر صار يهمس بأدنه شي يقول له إخواني يقول له ولدي لا تبكي على مصاب أبيك دع بكاءك على مصاب جدك الحسن يقول له يا ابني تدنى لي واستمع لوصيتي يا عظم الله الأجر لا يا يا أكفي مصاب وماتت أوصيك يا عيوني بوصيتي لا تنوح مصيبتي نوح للي بكار بلاي بالخال داس و جثته و حسينه و امامه و انت يا ابن اللي تاخذ ثار اللي نذبح في كر و من قفاغ اقطعوا راسي و دم بن احراغ السلام و جثته فلت رمية اعلى الصعيد مجدلة و رأى سيد شغر يا ولي و راحت أسار نسوته عظم الله أجوركم و حان حينه عرق جبينه سكن انينه مت يديه و رجله اطبق فضم ولده الى صدره و انقطع نفسه يبست اروقه مالت راقبته فاضت روحه صرخ امامكم المهدي و ابت اصيحوا يهوى امامه قمض عيونه و سكن و انه و الله سكن و انه و فاضت الروح فاضت الروح و ارتفع من بيته ضجيج الحرم و النوح ماجهت سماوات العلو والله العلو والقلام و اللح وصل القبر نصبة الزهرة غزية الليلة الليلة الزهرة لها انه اهل المدينة انهت الزهرة الزهرة اسمعا اتنادي جبدي يا شيعة هالباسية قطعها و صية الهادي في ولادي والله ولادي ضيعا الله شلو انت شيء صار يا اخوان اريد اختن ايش لو انت شيء صار يقال في ارض سام الراء كان كاليوم الذي مات فيه رسول الله لو ترمي عبر من السممتك على الارض الامام العسكري افضل من الحسين الامام العسكري يحظى بتشيع هكذا كل حدب وصب والله ما عطله ولا ساعة وحده يا اخوان واللي اعجب من هذا ان الامام المهدي اللي غيب ما حد يشوفه الا في ساعة الصلاة والتغسين هو اللي على ابوه غسله ويوم ايجي ايجي عنه ايجي على الحسن ايجوت غلام خمس سنوات جدب رداء جدب رداء قال يا عم تنحى انا اولى بالصلاة عليك على والدي وصلى على ابوه اني غيب صلى على ابوه ما خلف نفس اليوم صلى عليه وذاك مرب ثلاثة يوم يرسله يلا تريدوا تقرأوا اياه لا غسله ولا لفوه ادري انا تعبته لكن ما علي يوم الطفوه ولا مدوه عليه رداء عار تجاء قال عليه الخيل عاديته حاكت لها الريح وضع في مي يأذر الورداء هذا صلى على ابوه هذا اكرح لابو مقطع الاشلة من حوافر الخيول وقف على ابوه شي صح صح ايجي لك عي ايديا منذبحة وعلى صدره رضيحة اقعد يا ابوه يا ابوه قلبي كافة قددلك صدوحة يا ابوه من كربلة للكوفة للشام الفجيحة يا ابوه يا انه